السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك اشابه في فيديو بديد من قناتكم اول حاجة احب اعتذر لكم عن تأخير في عمل الفيديو ده كان معي ظروفه عشان كده اتأخرت يوم واحد على عمل الفيديو ده اه بس اول حاجة احب اه انابه انه ان فيه في اخر الحلقة دي زي من في اخر الحلقة يعني في عنوان الحلقة اه عفوا اه فيه في اخر الحلقة جيبا واي والجيبا واي هيكون كويس للناس اللي عايزة تبدأ تشتغل على الانترنت وحاجاتها تفيدها كويس جدا دي حاجة اه تاني حاجة اه شرح النهاردة عن موقع جميل جدا 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 للربح للمبتدئين للمبتدئين اولها تاني للمبتدئين بس اه علشان الربح هو مش عادي جدا بس الربح بتاعه سهل جدا انك تشتغل عليه وهتشتغل عليه خمس داقة عشر ده هتجمع لك رسمال كويس جدا. خليكم معنا بعد الانترو وسنشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. خليكم معنا. اهلا بكم مرة تانية يا شباب درساني النهاردة مع موقع نوعي الجديد. الموقع ده ما اعتقدش ان فيه ناس كتير عارفة في الوطن العربي. اه الموقع ده جميل جدا وبيدفع ومضمون جدا جدا جدا. اه اول حاجة الموقع تسجيله سهل جدا انت هتحط الايميل وباسورد خلاص من غير حتى يقول لك يوزر نيم. اه وبعدين هيبعت لك رسالة على الجيميل بتاعك هتعمل اكتيفيت او هتأكد الحساب بتاعك. وهيفتح معاك الموقع على الوجهة دي زي ما انت شايف. انا عملت حساب عشان اه اشرح لكم الموقع. زي ما انتم شايفين كده دي واجهة الموقع وهنا بيجيب لك شوية على العروض الجديدة اللي انت ممكن تعملها. اه طبعا هتتحمل شوية. نجيب لك في واحد دلوقتي رافع فيديو يقول لك اعمل كومنت وهتاخد مش عارف كم سنت اه دايما انتم شايفين. اه هنا بيقول لك اه اكتب كومنت على الفيديو ده. وهتاخد اتنين سنت. هنا بيقول لك اه خش على اللينك واتفرج على الفيديو هتاخد واحد سنت وهكذا زي ما انتم شايفين يا شباب يعني طريقة الربح سهلة جدا. طيب احنا دلوقتي مش عايزين نشوف بقى ومش عارفين بقى هو يبعث لنا ولا بقى. طيب احنا نخش على طول على كلمة هنخش على كلمة اللي هي دي. ندوس عليها كده هيجيب لك كل انواع او كل طرق الربح من الموقع ده. طيب عندنا هنا اه دايما انتم شايفين كده خمس طرق. اول طريقة اللي هي انك تخش على الويب سايت خيب الويب سايت ويفتح. وتخش على تفرج على فيديوهات وتفرج على اعلانات. ماشي دي كانت اول طريقة تاني طريقة اه تعمل مسلا كومنت في السوشيال ميديا اعمل لايب في الفيسبوك اعمل مش عارف فولو في تويتر وهكذا. تاني تالب طريقة معنا هي تعمل كومنت او ريبيو. هتعمل كومنت لو تكتب تعريق او ريبيو اه تكتب اه يعني لو لو الموقع اللي انت هتعمل فيه ريبيو ده بالنجوم هتقطله مسلا خمس نجوم اربع نجوم وهكذا. وهنا في السيربس هيجيب لك شوية اسئلة وانت تجاوب عليها. وهنا تقول له اه هنا الاخر طريقة اه يقول له خش في الموقع ده واعمل اه اكاونت جديد واعمل للصفحة دي وهكذا. طيب احنا دروقتي عايزين اسهل حاجة ممكن نعملها. اسهل حاجتين ممكن تعملها دروقتي هي اه اول واحدة وتاني واحدة اللي هي تعمل لايك للفيسبوك او تويتر او انستجرام او اه انك تتفرج على فيديوهات او تزور مواقع. طيب خلينا نخش كده على واحدة فيهم. طيب نشوف كده المواقع. طيب ما انتم شايفين يا شباب بيبتح كده. بيقول لك اول ما هتدوس على هيفتح لك صفحة جديدة هيقضي يحمل مع نفسه. ات هتسيبه كده يحمل مع نفسه. هيبدأ يحسب لك فلوسك هنا. طيب تعال ندوس على كده. طيب انتم شايفين بدأ فتح صفحة. وهنا بيعد الثواني بيقول لك لازم تقعد متين ثانية. زي ما انتم شايفين هتقعد تعمل كده في الصفحة هتقدر تنزل وتطلع علشان يعني يعرف انك متفاعل في الصفحة. بس تعملها مرتين كده وخلاص. وتسيبها. او عم بتدس على دي مش لازم. طيب انا هسيبها لحد ما تخلص الميت ثانية او الميتين ثانية اللي باقية وهارجع لحضرة كوتين. زي ما انتم شايفين يا شباب خلاص كده باقي سبع ثواني ثماث ثواني. طبعا هو عمر ما يحتسب لك اي اه فلوس او اي ربح. اه وانت عامل ماشي يعني لازم تلغي لو انت عندك لازم تلغي كده خلص اول صفحة يا شباب زي ما انتم شايفين. ما انتم شايفين يا شباب اول ما خرجنا ادينا اتنين سنت. اتنين سنت على صفحة واحدة احنا عملناها. يعني انت لو سبت ويفتح مثلا ساعة هتجمع لك واحد دولار على الاقل. على الاقل واحد دولار. يعني ميتين ثانية يعني دقتين اه اربع دقايق تقريبا عملو لك اتنين سنت. يعني انت لو سبت ساعة زي ما لتلك هتجمع حوالي واحد دولار. طيب دي كنت اول طريقة شباب. الموقع كويس جدا كويس جدا كويس جدا والموقع بيدفع وجميل والناس المبتقدين هيكسبوا منه مبارك كويسة جدا. يعني استغلوا الموقع اه يعني الموقع دي لازم تستغلوها في اولها زي ما قلت لحضراتكم في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب خلونا نخش على الحاجات التانية خلونا ندوس على السوشيال ميديا اللي هي تعمل لايك او شير ولا حاجات دي. هنخش كده عايز بقى تشتغل على ايه? عايز تشتغل على الفيشبوك على اليوتيوب. عايز تعمل يوتيوب ولا يوتيوب ولا يوتيوب ولا عايز تعمل الفيسبوك لايك ولا الفيسبوك بوست ولا يعني انت عايز تعمل ايه بالزبط? عندك حاجة كترة جدا 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 يعني مستحيل تخلص دول كلك. ممكن تنزل تطبيقات برضو هنا. يعني في ممكن تنزل تطبيقات وبرضو ممكن تنزل تطبيقات. طيب احنا خلينا نقول له اه فيسبوك فيج لايف. نشوف فيه ولا ساعات ما بيكونش فيه. اه يا شباب جاب لك اه على طول اه كزا صفحة هو طبعا لما تخلصهم هيجيب لك صفحات غيرهم وكل صفحة عليها تنين سنة. كل صفحة بدول عليها تنين سنة. انت لو خلصت بس الصفحات دي. دول اتنين دول عبنين اربعة سنت ودول عبنين اتنين سنت يعني ستة سنت سبعة سنت تمانية سنت. يعني انت كي اعتبر جمعت عشرة سنت اه ثانية اه مش وقت كبير يعني مش اه الموضوع مش صعب. طيب تعالوا خش كده نعمل لايك للصفحة زي ما قال لنا. عند النت بطيق شوية فممكن ياخد وقت. يعني استنى مع بعض. هو بدأ يفتح زي ما انتم شايفينه يفتح لنا الصفحة. احنا بس هنعمل على اللايك. نجي هنا ندوس على اللايك. بس اشعب تعالوا نخرج بقى من الصفحة. او نعمل له ريفريش. انا مش عارف هو كده حسبها لنا ولا لأ. طيب تعالوا نروح على تشبر. ونشوف هو حسبها ولا لأ. اه هو ما حسباش. طيب تعالوا نروح على تاني. نروح للصفحة تاني. وتقريبا لما هتعمل اللايك هو اللي هيخرج لوحده. فعالوا نشوف تاني. دوس على اه هي لايك. زي ما انتم شايفين. بس انا مش عارف هو ما حسبهاش ليه. طيب خلينا نخرج برضو ما شايفاش. طيب ممكن لو حاجة ما تحسبتش معك زي كده ممكن تعمل آآ نتقول انا عملت لايك وانا ما خدتش الفلوس دي هو هيديها لك على طول بس احنا عشان وقت الفيديو مش عايزين نعملها او آآ مش مفيش وقت يعني نقعد نكتب. طيب احنا كده خلصنا الفيسبوك لايك. طبعا مش كل حاجة لازم تشرح انا شرحت لكم يعني العام بتاع الموقع والباقي هيكون على حضراتك اللي هو الشغل. وهنا طبعا انك تكتب كومينتس وهنا تحل بعض الاسئلة. طبعا نشوف شوية الاسئلة دي. نحلها ازاي? بيقول لك دي مش موجود دلوقتي. آآ اول ما هتكون موجودة هيبعث لك في الحتة دي. هيقول لك في دلوقتي واحد عايز عايز خليك تعمل كومينت وتاخد اتنين سنت او تلاتة سنت على حزن. طيب يا شباب دي كانت شغلة على الموقع ودي آآ كانت كل حاجة في الموقع. طيب اشرح نشرح بقى ازاي نسحب او ازاي ناخد خلصنا من الموقع. هنيجي هنا شباب على كلمة هتدوس عليها كده. هتظهر لك الوجهة دي بيقول لك انت دلوقتي مجمع اتنين سنت المفروض تجمع على الاقل خمسة وعشرين دولار. زي ما قلت لك خمسة وعشرين دولار دور ولا حاجة بالنسبة للموقع ده انت لو عمدت لو قعدت بس على الويب سايت وسبت وشغال مع نفسه هتجمعهم بسهولة جدا في خلال يومين تلاتة آآ يعني هتجمعهم بسهولة. اول ما هتفتح معك كده هتيجي هنا على كلمة علشان طبعا تبدأ تاخد فلوسك لازم تملك كل البيانات دي انت تيجي هنا تحط البيانات بتاعتك التساكن فين وده عنوانك والعملة اللي انت عايز تسحب بيها وبعد كده ترجع على تاني. اول ما هتجمع الخمسة وعشرين دولار هنا هيقول لك ابدأ اسحب الفلوس بتاعتك بكل سهولة من غير اي مشاكل. بس اشاب دي ككل حاجة عن موقعنا النهاردة اللي هو آآ زارا كلايمي زارا كلايمي. آآ الموقع صادق ياريت تستغلوه آآ والشغل عليه سهل جدا زي ما انتم شفتوا وبيدفع وسهل جدا انك تسحب فلوسك والحد الادنك السحب مش كتير. طيب هنيجي بقى للقسم المنتظر وهو قسم الجيباوي. الجيباوي النهاردة عن ايه? الجيباوي النهاردة عن حاجتين. اول حاجة اللجوهات اللي قدامكو دي. وتاني حاجة هتكون على ملف في كورس لعمل بنارات للاعلانات على الادوبي افتر افكت. طيب اول حاجة تعالوا نشوف اللجوهات اللي معنا وهنعرف ازاي بقى ازاي نخش في ده وازاي ناخد اللجوهات بتاعتك. طبعا احنا هنا كنا بنعمل جيباوي قبل كده في اه اول فيديوهات في القناة. اه عملت الجيباوي ودول دول شوية لوجوهات ناس كسبتهم معنا في الجيباوي. وفعلا تم استلامهم وبعدتهم على على الجيميل بتاعهم. هتراح لك كل حاجة الوقت بالتقسيط. طيب تعالوا نشوف كده اول اول آآ لوجو. هنفتح اللوجوهات زي ما هدرككم شايفين كده ده لوجو رقم واحد انت ها انت كل اللي عليك انك هتكتب لي رقم اللوجو اللي انت عايزه فيه الكومنتات تحت وتعمل لايك للفيديو ولازم تعمل شير للفيديو وتعمل في القناة طبعا علشان تبدأ آآ تشترك في الجيباوي وتخش معنا عالصحب. وطبعا هتحط الجيميل بتاعك عشان ابعت لك اللوجو بتاعك عليه. طيب ده اول لوجو ده اللوجو رقم واحد. ده اللوجو آآ رقم اتنين. شباب دي اللوجوهات اللي في الجيباوي. طيب احنا قلنا الجيباوي عن حاجتين اللوجوهات. وعندنا كمان لوجو آآ مش لوجو عفوا كورس لعمل البنارات على الادوبي طيب خلينا نشوف الكورس ده. الكورس ده مدفوع على يوديمي. مش آآ مش مجاني بس انا هتديل حضراتكو مجانا للناس المشتركة في القناة. طبعا انت هتكتب رقم اللوجو او هتكتب ان انت عايز الكورس وهبعت لك الكورس لو انت اللي كسبت معنا. اللي هيتسابه معنا طبعا في اللي هكسب معنا في الجيباوي ده. تلات آآ تلات اشخاص احنا هنسحب على تلات كومنتات. وهنديهم الحاجات اللي هم عايزينها على الجيميل بتاعها. ده الكورس دايما انتم شايفين. ده ملف الكورس. ده هيدي مقدمة عن الكورس. وده هتبدأ بقى تشتغل من اول الملف ده. لحد تحت. ده طبعا الكورس بالعربي وشرح بالتفصيل المميل جايبه من بس انا هتدي لحضراتكم مجانة. شباب دي كايك كل حاجة في درسنا النهاردة. ياريت تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوش تتركوا في الجيباوي عشان ابعت لكم الحاجات على الجيميل. ولازم تحط الجيميل بتاعك عشان ابعت لك الحاجات عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.